أغلقت تولستريت على انخفاض في جلسة الأمس متأثرة بتراجع أسهم التكنولوجيا في ظل تباين الأرباح الفصلية وظهور علامات تشير إلى متانة الاقتصاد الأمريكي مما قد يشجع مجلس الاحتياطي الفدرالي على إبقاء معدلات الفائدة عند مستوى مرتفع لفترة أطول من المتوقع وتضمنت مجموعة من البيانات القوية قفزة فصلية بنسبة 4.19% في الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في الربع الثالث وهي أقوى قراءة منذ ما يقرب من عامين ما يغذي مخاوف المستثمرين من استمرار سياسة التشدد النقدي